وزير الأشغال مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بالمشاريع في كافة المجالات وفق رؤى جلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضاف أن وزارة الأشغال تقدم الدعم لجميع الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها وذلك في إطار الاهتمام المستمر بالمشروعات الخدمية المتنوعة مبينا بأن المشروع مركز الابديع الاجتماعي قد تم تصميمه ويتم تنفيذه بحسب متطلبات وزارة التنمية الاجتماعية وبما يخدم أهدافها التي ترتكز على تحقيق الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جانبه قال سعدة وزير التنمية الاجتماعية إن تنفيذ مشروع مركز ألبا الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الأشغال يعكس مستوى التعاون والتكامل بين مؤسسات الحكومية ضمن الفريق الواحد موجها الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لهذا المشروع التنموي وعلى وجه الخصوص شركة ألمنيوم البحرين ألبا لتبرعها بتمويل الجزء الأكبر من كلفة المركز وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية الزيارة الميدانية اليوم من قبل سعادة وزير التنمية الاجتماعية وسعادة وزير لشغال مشروع مركز الابداية الاجتماعي للاطلاع على سير العمل المركز والخدمات والبرامج النوعية التي ستقدم للمواطنين لا شك أن هذه المراكز المتوفرة في مختلف مناطق البحرين للمواطنين وبهذا المستوى والجودة تحكس مدى الاهتمام والرعاية من الحكومة الموقرة وحرصها على أن تصل الخدمات المتنوعة لمختلف شرائح وفي جميع مناطق المملكة هذه المراكز تكون قادرة على تحقيق تطلعات الوزارة في تقديم أفضل خدمات والبرامج للمواطنين مركز الابداية الاجتماعي واحد من سلسلة من المراكز التي وزارة الأشغال ساهمت في بنائها لصالح وزارة التنمية منها مركز عالي الاجتماعي ومركز مدينة حمد الاجتماعي وهذه المركز فإحنا كوزارة أشغال إحنا كنحنا ذراع الاستشاري للحكومة في قطاع المباني يعني في أي مباني هم يحبون يسوونها لخدمة مشاريعهم وخطعتهم يتميز التصميم بوجود الواجهات المضلة على البحر فحاولنا قد ما نقدر نخلي قاعات التدريب مضلة على البحر من الخلف يتميز المبنى أنه يتكون من قاعات تدريبية ومركز الإرشاد الأسري بالإضافة إلى نادي للمسنين النهاري ونادي للأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر